ما الذي يجري بريف تعز؟ هل هي مجرد حوادث جنائية كما هي الرواية الرسمية أم أن وراء جبال الحجرية وهضابها مخططا شبيها بما جرى في عدن؟ لا إجابات واضحة لسؤال مخيف يتكرر كل يوم ولا تحركات جادة من الحكومة لحلحلة الوضع الأمني في التربة المدينة الريفية التي تشهد توترات أمنية قد تخرج الحجرية عن نطاق سيطرة الشرعية فعلى خلفية حادثة جانبية وصفتها اللجنة الأمنية بالعارضة تفجرت مواجهات عسكرية بالأسلحة الثقيلة في مداخل مدينة التربة ومحيطها بين وحدات من اللواء الخامس والثلاثين واللواء الرابع مشا جبلي مصادر مطلعة أفادت بأن مدير أمن التربة المقال ومسلحين من كتائب أبو العباس المدعومة إماراتيا استغلوا الحادثة وقصفوا مواقع لللواء رابع مشا من جبل بيحان المطل على مدينة التربة وفق مصادر متعددة فإن هذه التوترات أتت بعد تحشيد كبير في التربة تم منذ أشهر من قبل كتائب أبو العباس التي تتحرك تحت غطاء اللواء الخامس والثلاثين وعناصر تتبع ميليشيا طارق المتمركزة في الساحل الغربي في إطار خطة إماراتية تسعى لتفجير الوضع بهدف تكرار سيناريو مشابه لما جرى في عدن وهو المخطط الذي حذر منه محافظ تعز الأسبق علي المعمري والذي طالب الحكومة بسرعة التحرك العاجل لمنع تكرار انقلاب عدن في تعز مقترحا على وزارة الدفاع العمل على سد جميع الثغرات التي تتسلل منها الإمارات في ريث تعز